بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبا أتمنىكم يا رب تكونوا كاملين بصحة والسلامة يا رب ومع هذه الموجة ديال النزلات البرد التي عمت على الكل يعني نجديني كتير تعليقات وحتى من الناس القرابية وأنا أيضا مريت من هذه النزلة يعني ارتائت الحلقة دياليوم يكونوا فيها ثلاث وصفات رائعين لتقوية جهاز المناعة وصفات هائلين تاخدوهم مع العلاج وتاخدوهم بدون مرض يعني باش تقويوا جهاز المناعة ديالكم احنا في أمس الحاجة لهذه المسائل حيث رائع كيدفي صحي بالعشوب والشعير تيشة ديال الشعير أو الأحرير أو الحسوة ديال الشعير كالجيغة هائلة وغزالة وغادي نشوفوا أصلا وصفة لده الخبز والفطور الصباح وصفة ممتازة بالنبك والخروب هائلة لا في المدق ديالها زوين ولا القيمة الغذائية ديالها عالية وغادي نشوفوا المشروب أيضا مشروب سحري لتعزيز المناعة مشروب الكوركم طريو الزنجبيل والحامض هذا مشروب رائع لتنقية الجسم من السموم لتعزيز المناعة لتقويات الجسم كيف قلتوا احنا في أمس الحاجة لهذه الوصفات خاصة مع هذه الفيروسات التي نحن نمر بها وهذه النزلات ديال البرد التي تعم أول وصفة غادي نمتو بها هي هاد الحساء ديال الشعير حساء بالعشوب كي يجيب مدق وغزال كيف قلت كي يدفي صحي ومنفع غادي نحتاج لهذه الحساء عندي بس لخطرية عندي جوجب طماطم اللي بحكوكين وغادي نعتمده بالبولة ديال الشعير سواء الرقيقة ولا المتوسطة او لحساء الغليضة لما لا يعني اللي متوفر عندكم بطبيعة الحال غادي نغسلوها من ديك النخالة اللي هي فيها زلافة ديال البولة ديال الشعير تقريبا 1 رابعة 250 جرام وغادي نحتاج لها ايضا 1 جوج عراش ديال الكرافة سوية ديال 4 مقطع وبالنسبة للعشوب عندي معلقة صغيرة ديال حبرشاد معلقة كبيرة ديال الحلبة معلقة صغيرة مع عمراش ديال السانوج 3% كبار ديال التوم معلقة كبيرة ديال الفليو ومعلقة صغيرة ديال مساخن اذا توفره ممكن تضيفوه حتى الزعتر اول حاجة في طنجرة ديال الضغط وضعت فيها تقريبا ربع كأس ديال زيت زيتون وغادي نشحر فيها ديك بصلحة دارية ومصلحة مرامل الاحسن وغادي ندير فيها ديك 3 تلفصوص كبارين ديال التوم نشحرهم ريتا ما يدبالو ونضيف عليهم باقي المكونات حسن الديد صحي تعتقدوه كوجبة عشاء ممتاز يعني مضاقه هائل وفي نفس الوقت يعني بهذا العشوب وبهذا كتعليو من القيمة الغدائية دياله يعني وكيساعد انه كيدف فيه وكيسخن في هاد الاجواء ديال برد ضفتليه جوج طماطم محكوكين وستديت عليها ريسة ما يعني تشحروا لهذا القوام مزيان وغدا نضيف ديك البودور هنا التوابل عندي معلقة صغيرة ديال الكوركم او للخرقم بالدينس معلقة ديال اللي بصار تكون معها مراش هاكا معلقة صغيرة معها مراش ديال السنجابيل والملح كيبقى حسب الضوء وغدا نضيف حتى معلقة صغيرة ديال الببخيكة فقط من اجل اللون معلقة صغيرة ديال السمن السمن انا عندي سمن حاضر صغير شوية يعني معلقة صغيرة ديال السمن ضفت الربيع والكرافس مقطعين وضفت ديك البودور بعد مغسلتهم تلك حب رشاد والحلبة والسانوج او للحبة السوداء او لحبة الباراكة ممكن نضيفوح تزرع الكتان معلقة كبيرة ايضا ممكن نضيفوها وغادي المرق تقريبا عندي جوج لتر ديال الماء نغطي على التنجرة ديالي نخليها ريتا ما يغلق هنا فاش ضفت الببخيكة كيف قلت لكم فقط من اجل اللون ما بغيش نضيف مركز دماطم ما نضيفوه تشي حاجة صيناعية يعني خليو يكونو هاد المواد طبيعيين باش نستافدو بالمزايا ديالها بعد مغلالي المرق غدا نضيف ديك البلبولة ديالشعير او لدشيشة ديالشعير تقريبا كيف قلت 250 كران وما كنقفلش الطنجرة فقط كنخليها كم بسمة على نار هادئة مليكة تشكل هاد الرغواء وهدي من الفوق نحيدوها لانها كتفسدها وفي اخر مرحلة ديال الطهي تقريبا انا على نار هادئة خدتلي تقريبا 1.45 ساعة ضفتلي هادوك المساخن ممكن تاخدو شوية من من الحسواء وتخلطو في هادوك المعرقة المساخن عضيفوها للطنجرة باش ما يتشكلوش معاكم كوتر او لها كف في الجنب ديال الطنجرة ومعرقة ديال فليو او لزع سر مطحونين سافي 1-3 دقيق وهالشربة ديال نواجدة كيف قلت خدت مني ساعة على نار هادئة شربة صحية والديدة بامتياز والمشروب اللي نوصيكم به مشروب رائع لتعزيز المناعة كيقوي جهاز المناعة منفع عنده عدة مزايا قدي نحتاج لي حامضة عندي الكوركم طاري متوفر دبا في الاسواق قدي تلقاوه سكينجبير طري وعس الحر وحده رشيجة ديال بزار داروري الخارقون كيف كتعرفوه خصوا ديال رشيجة ديال بزار باش كيطلع دوك المزايا اللي فيه خديت الحامض غير القشرة البرانية لا غير وديك القشرة البيضة اللي كتكون مرة غدي نحييدها بسكين يعني حييد ديك القشرة رقيقة ديك السفراء وضعتها في هذا وقشرت الحامضة ديالي من ديك القشرة البيضة وغدي نقطعها دوائر ونتخلص من البودور بها الطريقة كي يجي مشروب يعني يشرب مدى قوزوين ما خايبش مدى قو رائع صراحة وللمزايا دياله ممتازة ساك فين بعد ما كملت الحامضة ديالي غدي ناخد دك تريف ديال الكوركم كيف قلت هذا الكوركم الطري متوفر في الأسواق راه متوفر حتى في المتاج الكبرى راه تلقاه قيمت أسبوع حكا نقيته بهذا الشكل وأيضا قيمت أسبوع ديال الزنجابيل أيضا نقيتهم ديك القشرة الخارجي وغدي نطحن الكل بالماء من الأحسن يكون ماء يعني معدني في الأول كنضيف غير واحد شوية حتى كنطحن وكن نحس بأن المكونات يعني تسحقوا عاد كنضيف المتبقي ديال الماء هاد المكونات في لتر ديال الماء يعني هاد المكونات طحنهم في لتر ديال الماء أنا الكأس ما غيرهش لي لتر وكيف قد ضروري ديك الرشا ديال الفلفل أسود من أجل كوركم يعني باش كيخرج ديك المازايا ضروري ديك الرشيشة ديال الفلفل أسود وعسل طبيعي أنا هنا اعتمت عسل كاليبتوس معلقة كبيرة للتحلية كنطحن الكل جيدا وغادي نصفيو هاد المازيج وكان بقى نخوي عليه الماء وانا كنصفي فيه يعني باش كنستخلص ديك المكونات كاملين اللي فيه هاد اللون كيلا غايشوف غايس حبلو العسل ديال بورتقال وورا اللون ديال كوركم طبيعي ما توفرش تديرو الكوركم بوضغ يعني عادي جدا معلقة صغيرة تكون عامرة مزيان إذا ما توفرش عندكم الطري وكيف قلت هاد الكمية لتر ديال الماء وممكن الاحتفاظ به يعني حتى في الثلاجة يبقى معكم ثلث يام حتى الربع يام عندهم ما يسرى ليه تاخدوه وراء الوجبات يعني وراء الفطور وراء الغداء مثلا وراء العشاء ممكن تاخدوه حتى ثلاثة مرات في النهار يتناولوه كيف قلت الصغير والكبير مشروب رائع لتعزيز المناعة تنقية الجسم من السموم كيقاد مستوى السكري في الدم يعني كيضم مضاد للتهابات مضاد للسرطانات مشروب ممتاز يعني تعتمدوه خاصة في هاد الفترة وحتى مدى قزوين يعني مدى قغزان وممكن تضيفوا يعني العسل حسب الرغبة ديالكم اللي بغى يحليه يعني اكتر مشروب هائل بغيتكم كاملين تجربوه وبغيت هاد الفيديو توصلوه لأكبر عدد من الناس باش لكل يستفد من هاد الوصفات اللي فيه الوصفة الثالثة هي وصفة لده الخبز وصفة ايضا مدى قغزان ومنفعة وصحية للعظام للجسم الناس اللي بغينين قسوم الوزن كتكون من نبق او لنبق السدر او لجوجو بياغ والخروب عسل حر وممكن تصغنوه على العسل وحال حبة ديال باديان او لنجمة الارض ونعتمد لها الزيت ارغان كيفو ممكن ديرو زيت زيتون وكأنو ااملو بحل لك نحضروه ااملو المغربي ديالنا عدنا نبق متحون والخروب متحونين ونبق يكون غالب على الخروب مثلا دلتوكاس ديال نبق يكون وحال نسكاس ديال الخروب نغرب لهم زيان من داك العظيمات اللي كيكونوا فيهم ونعتمد لهم سواء زيت ارغان او لزيت زيتون بحل لك نساوبوا ااملو ماذا قوم نقول لك هما بجوج بهم راهم حلوين انا ضفت معلقة ديال العسل زيادة هكا على حسب الوليدات وعسل حر وديك الحبة ديال باديانا كي يجي ماذا قغزال ممتاز لده الخبز مزيان للعظم كيف قلت مزيان للبشرة مزيان لتقوية جهاز المناعة مزيان للصدر مزيان كيف تعرفوا المزايا ديال الخروب وديال نبق رهم رائعين كيعالجوا عديد من الامرات ثلاث وصفات رائعين تعتمدهم كيف قلت لتعزيز جهاز المناعة تعتمدهم من اجل تقوية الصحة ديالنا وتقوية اجزام وليدتنا اللي هما بقين صغار ومحتاجين اكتر يعني الهدام وصفات رائعين ممتازين بتلاتتهم سواء الحساء او للمشروب او للوصفة لده الخبز كيف قلت باش تعم الفائدة بارتاجيو على نطاق واسع باش تعم الفائدة على الجميع ثلاث وصفات هائلين رائعين بغتكم تعتمدهم في بيوتكم هكذا حلقتنا دياليوم غدي تكون ثلاث شكرا للمتابعة وانتظرين في الحلقات المقبلة بإذن الله